رفضت إسرائيل إجراء ممثلي دول الأعضاء في مجلس الأمن الدولي زيارة إلى الشرق الأوسط تشمل الدخول إلى الأراضي الفلسطينية بحسب مصادر دبلوماسية إسرائيلية وجاء ذلك خلال اجتماع مغلق لمجلس الأمن الدولي لمناقشة قرار إسرائيل بإنهاء عمل المراقبين الدوليين في مدينة الخليل نهاية شهر يناير كانون الثاني وقال دبلوماسي إسرائيلي إن الولايات المتحدة الأمريكية تدعم موقف إسرائيل مشيرا إلى أن واشنطن ليست بحاجة للاعتراض على الرفض الإسرائيلي لزيارة أعضاء مجلس الأمن الدولي إلى الشرق الأوسط